صناعي 2006 أسعد الله أوقاتكم جميعا جيل المهندسين بإذن الله تعالى كثير بيسألوني يا مهندس ذكرنا في توزيع العلامات الآن نبدأ في الرياضيات يا شباب أو الفيزياء الأعلى عليها كم؟ عشرين علامة يعني أعطيك مثال لنفرض أنك جبت في الفيزياء 200 من 200 وجبت في الرياضيات 190 بأخذ الأعلى اللي هي علامة الفيزياء بأخذوا عليها عشرين علامة بسير علامة الرياضيات زيروا في المعدل ما تدخل في المعدل طبعا بشرط أنك تنجح في جميع المواد 100 من 200 للجامعات و 80 من 200 للكليات إحنا إن شاء الله للجامعات هسا نكمل اللي علم لوحدها علم الصناعة عليها عشرين علامة إحنا بنشرحها بصيغة الدوائر بنشرح الكتاب نفسه وبنزل أسئلة إلكترونية بصيغة الدوائر وبنحل أسئلة وزارة أما بالنسبة للرسم أو المشروعات الأعلى عليها كم عشرين علامة أيضا يا شباب الرسم بنشرحها بطريقة رائعة جدا نشرحها الشاشة بنطبق عملي بالمصدر والمثلثات بنضمن لك بإذن الله علامة كاملة وعننا بالنسبة للمشروعات المهندس محمد بن الولعين ما شاء الله مهندس قدير في شرح المادة و بنضمن لك عنده علامة عالية بإذن الله تعالى الآن بالنسبة للعربي والإنجليزي والإسلامي والتاريخ الأردن كل واحدة كم عليها؟ عشر علامات اللي هن المواد المشتركة يا شباب الآن عشرين زائد عشرين زائد عشرين كم يا أستاذ؟ ستين زائد الثقافات عليهم أربعين علامة إذن هاي معدلنا إن شاء الله مية يا شباب لذلك أنا أنصحك أن مواد التخصص كم عليها؟ أربعين علامة للأسف طالب الصناعي بيهملها لآخر شيء ما تهملها أدرس على كل المواد بالإضافة لمواد التخصص وأنا معكم لاي استفسار لاي سؤال حياكم الله طلاب الأعزاء بالتوفيق لكم جميعاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة